تستعد دولة الكويت لاستضافة المؤتمر الثاني للمانحين لإغاثة الشعب السوري في الخمس عشر من الشهر الحالي يأتي هذا المؤتمر الدولي بعد نجاح مؤتمر الكويت الأول للمانحين الذي استطاع أن يحقق الهدف منه وهو جمع مليار ونصف المليار دولار لتخفيف معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج بمساهمة سخية تبرز الحس الإنساني افتتحت الكويت مؤتمر المانحين الأول بالتبرع ب300 مليون دولار وذلك تخفيفا لوطأة الشعب السوري وأحياء جذور الأمل لديهم ومساعدتهم على مواجهة هذه الأيام الحالكة فبمبادرة سامية وكريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى وبيد بيضاء ممتدة بالخير والعطاء ساهمت الكويت التي لم ولن تبخل بالمساعدة في تخفيف آلام كل محتاج حيث افتتع سموه رعاه الله العام الماضي المؤتمر حينها بإعلان تقديم الكويت 300 مليون دولار لدعم الشعب السوري مؤكدا سموه أن التجاهل النظام السوري لمطالب شعبه العادلة وعدما قبوله للمبادرات الإقليمية والدولية سببا للحقائق المفزعة والواقع الأليم تأتي استضافة بلاد الكويت لهذا الاجتماع الهام بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة واستجابة لمبادرة مقدرة من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بانكيمون إيمانا منها بضرورة دعم كافة الجهود والمساعد الدولية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الاستغرار العالمي وتزعجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكثير من دول العالم واستكمالا لهذا المثال الرائع في التضامن الدولي أعلنت المملكة العربية السعودية انضمامها للكويت بتقديمها 300 مليون دولار كمساهمة مالية للشعب السوري وبمثلها أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة على لسان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد ألنهيان مساهمتها بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الشعب السوري مشيرا إلى أن مساعدة الشعب السوري مسؤولية جسيمة تقع على عاتق المجتمع الدولي انطلاقا من التزاماته الشرعية والإنسانية والأخلاقية كما أعلنت مملكة البحرين عن تقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار لصالح الشعب السوري استجابة كبرى فاقت الحاجة المطلوبة ونجاح باهر أشاد به العالم حققه المؤتمر حيث تمكن من تجاوز هدفه المعلن وجمع بحسب التعهدات المعلنة من الدول المانحة أكثر من مليار ونصف المليار دولار لتمويل عمليات التصدي للأزمة الإنسانية في سوريا ورغم المساهمات السخية التي تم الإعلان عنها إلا أن حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعى أكد على ضرورة العمل على توفير أكبر قدر من المساعدات والموارد المالية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري ومن هنا يأتي المؤتمر الثاني للمانحين للشعب السوري والذي تستضيفه الكويت أيضا ليكون امتدادا للمؤتمر الأول الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون من جانبه أشاد بالكويت حكومة وشعبا على استضافتها للمؤتمر الأول للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا وما حققه المؤتمر من النتائج المرجوة ويبقى الهدف من مؤتمر المانحين سواء الأول أو الثاني إنساني بحت كما أنه يعتبر رسالة إنسانية في المقام الأول كونه يسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من الدعم الإنساني للشعب السوري وتخفيف معاناته في الداخل والخارج